يا نكار العشرة أعطيتك قدر وقت الشدة أعطيتني بالدهر الظلم طريقه محدودة والشر وقاته معدودة دعاوي الناس ديما مردودة وليد الأصل توكله خبز حافي صونك وقليل الأصل توكله الحملك تفي خونك قلبي بيض كيل حليب واللي في قلبي على راس لساني دايلة نية وحاشتي مقدية الحمد لله هذا من فضل ربي عليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة خياتي اليوم عندنا فيديو متنوع عندنا فقرات متنوعين وعندنا وصفات من أروع ما يكون أنا رايحين كامل تشاركوا هذه الحاجات وعندنا روتين وعندنا معا إن شاء الله شابين بزف بزف رايحين يعجبوكم هم لخياتي خلوا لي هكذا في التعليقات الحاجة اللي عجبتكم كتر وكتر والفقرة اللي عجبتكم اكتر في الفيديو واكترحوا علي يا أخياتي حاجات هكذا إن شاء الله هراني رايحة نشارككم بها اليامات الجيين يعني تحت طالبكم رايحة هكذا نديلكم وصفات ولا حاجات تركوا حابين تشوفوهم بإذن الرحمن السنة وقبل هكذا نسرق لها المروه شوية شيبس تعرفوا أنا ما نحبش نشريه ما نكذبش عليكم الحاجات اللي ما نحبش هكذا كامل نشريهم مي لا خرجت مع باباها تغلبوا تشريه وهذا يعني خرجها عما هشراه لها يعني شرات الحاجات اللي حبتهم هي لايك تر خيرو إن شاء الله هربي يحفظوا من كل زوء خياتي هنا حبيت نولي لكم هاد سرفيس اللي صراحة نشربه بزف بزف يعجبوني اخترات هكذا لي سرفيس وكين حاجات شوال يزعزعوا لي المشاعر هاد السرفيس ما نكذبش عليكم زعزع لي المشاعر ما خلا في عقل كي ما راكوا تشوفو فيه اللون تاعو الغوز وجاي هكذا يا شغل ماوج هكذا يا تعزب كي ما راكوا تشوفو فيه جاي هكذا يا بالماغون عندو هديك لاتوش تعد دوغي إبريي وحدو يعني من أرواح ما يكون هاد السرفيس هاد السرفيس خياتي فيها 32 بياسة هاد خياتي البريت تاعو كي ما راكوا تشوفو راه خارج لكم على الشاشة هاد يدير مليون وتسعمية وتسعين الف كاين في برا أقل يعني السعر تاعو أقل من مليون وتسعمية وتسعين الف ولكن مايكونش فيه 32 بياسة فيه 28 بياسة يعني هدا يا راهو زايد في البياس سي بوخصة يعني هكذا باش ما تخلطوش تقولوا راهو بلك أقل ولا يعني السعر تاعو راهو تاع 32 بياس ماشي تاع 28 بياسة المهم خياتي كي ما راكوا تشوفو في هاد السرفيس اللي من أرواح ما يكون لماذا مشارتش سرفيسة طابل ورا هي انتي غيسي بماعا ولا بسرفيس هكذا يا جديد جبت لك اليوم هاد السرفيس اللي صراحة قوة شباب بزف بزف خلولي أرأكم في التعليقات وش رايكم فيه شوفو خياتي وش فيه عندنا هاد السالة دي الكبيرة ولا نديرو فيها حق دايا شربة نستعملوها شغل سوبياخ ولا كي ما قلت لكم نديرو فيها حق دايا السلطة ولا طعام ولا المرقة تاع الطعام أي حاجة راكوا حبي نديروها نديروها الداخل عندنا منا هاد القطعة الأوفال لله يبارك ترفض يعني تخيط خيبيا لطبق الرئيسي تستعملو فيه الحاجات اللي راكوا حبينها وجاية هكذا خياتي غامقة شوية يعني ترفض لكم هكذا المرقة عندنا ستة طباسة تاع الجواز ستة هاد لزاسية بلات الكبار وستة تاع الشربة وعندنا منا هادو ما اللي جايين هكذا يا مستطيلين تانيت ديرو فيهم اللي راكوا حبينها ريسة مايوناز سوس ميزون مخلالات الحاجة اللي راكوا حبينها هادو ما تانيت خياتي ديرو فيه البوراك ديرو فيه الحميز ديرو فيه الحاجة اللي راكوا حبينهم شوفوا منا خياتي عندنا هكذا يا زوج قطع من هادو ما اللي راهم جايين هكذا يا كبار قض بعضهم عندنا زوج وعندنا منا يا زوج يجو أقل منهم شوية كما راكوا تشوفوا فيه هكذا يا يعني فيه اللي بيس بزاف بزاف خياري واختاري يعني كيت روحي هكذا طيبي ولا عندك ضيف ولا شهر رمضان مبارك يكونوا كينين بزاف هاد سقايت واختارات حيرو وينديروهم وما نحبوش نماريه ولهادك سوفيس تاعنا حاجات وحد اخرين شوفوا عندنا منا يا هكذا ثلاثة من هادو ما الصغير ورين كما قطلكم يعني تستعملوه كما راكوا حبينو اللي راهو عجبها هاد سوفيس خياتي اللي من أرواح ما يكون صدقوني أنا دالي عقلي ما قعد اللي عقل فيه بزاف بزاف شباب هاد سوفيس قطلكم راهو متوفر عند لك زادة الجيغي اللي راهي دائما توفرنا منتوجات يعني من أرواح ما يكون توصيل تعمل جاني لغاية باب المنزل تطلبوه من اميرو التليفون اللي راهو خارج لكم على الشاشة ولا نخلي لكم سيت تاحهم ولا صفحة الفيسبوك ولا تال انستغرام عندنا مننا خياتي هاد المغارف اللي راكوا تشوفوا فيهم هادو ما خياتي اديرو 3500 هادو ما غوز اصورتي مع هاد السيرفيس شوفوا كيفاش خرج تحفة تحفة صدقوني من أرواح ما يكون هاد السيرفيس ليش هاد السيرفيس تقدر تزيد شريتاني تهاد المغارف معاه ويوصلوها لغاية باب المنزل هاولك سيرفيس تعمسيكا لصراحة لسيرفيس تاعو تحفة يعني حاجة خرافية من أرواح ما يكون ليعجبها كما قلت لكم خياتي هاد السيرفيس وراهي انتريسي وحابة تشري واحد معليها غير تتصل علىها كذا باش يوصلوه لها لغاية باب المنزل وحاجة بينها الدفع عند الاستلام نكملين خياتي في الفقرات تتاعنا ودوكاتي كنجوزون وشدو حبيبات تتاع لك خب يعني يجونا مقرمشين جين نتيجة تحهم ممتازة شوفو خياتي وش نسحقو في هاد الوصفة عندنا زوج حبيبات تتاعولاد الجاج وعندنا أربع مغارف تاع السكر درت خياتي أربع مغارف تاع السكر خطراش حندير فيه الكاكاو درت هنا يقريسة تاع الملح ونخلطو هادك السكر مع هادوك زوج حبيبات تتاعولاد الجاج حتى ينساجمو هاد المكونات ونحسو هادك السكر داب شوية يعني مش يدخلات كبير ومراناش محتاجين لا باتور ولا ميكسور ولا والو الفوي برك هي اللي رحي رايحاتها فيه بالغارض عندي هنا يا كستة الحليب اللي حنديرو مع هادوك زوج حبيبات تاع البيض كيما قلت لكم مقبيلة انا هنا راني رايح نديرهم بدوق الشوكولة درت ربعة مغارف تاع السكر بالصح اللي حبت تنحي الكاكاو مثلا وحبت تديرهم فاني يعني يتنقص هادايا شوية السكر دير زوج مغارف بركات المهم خلط هادك الحليب ونجوز هنا يا عندي نص كاس زيت شوي يا برك على النص اللي عمرتو فارينا غربلتها من المستحسن غربلوها هادا نهويوها بشياطينا هادك لك خب نتيجة مليحة هاني رعشت في اللغة كامل هادك الفارينا في الضرط المهم وخلط هادك الفارينا مليح مع هادك البيت حتى هادايا ينساجمو احنا خياتي نزيد نحط زوج مغارف كبار داع الكاكاو انا دايما الى كيمعت التو عليا ما نحبش هادك الكاكاو الفونسي ولا هادك الشغل الداكن ما نحب هاد الكاكاو اللي يجي هادايا شوي يأكلاغ لازم يتغربل شوفوا هادك الكورات كيفاش يتكتلو من الفوق لو كان ديروهم داخل الخالط تتعنا هاداك يعني هكاريتا حيقعد كامل هاداك مبركس وما وش حيقطينا نتيجة مليحة يعني في حالة ما ايدا هكذا خلطنا وصبنا هادوك الحبيبات الصغيرين يعني ما فيها بس نقدروا نصفيوا هاد الخالط تتعنا حتى نتحصلوا على هاداك الخالط الليس وشغل نطيبوه بلا ما يخرجنا هادوك الحبيبات زدت هنا يا أخياتي تلت مغارف هاداك تتع الزيت هادا ما كانوش تديرو لا حبيتو زبدة تقدروا تديرو زبدة في بلاست الزيت ولكن من المستحسن الحاجة اللي نحبوها تقرمش ما المستحسن يكون فيها زيد هكذا بش ما تطريش هاداك الحبيبات على الكرب حكمتنا هاداك الميلونش تاعي جو بستو كامل في هاد صفاية الليالا هي هكذا بلاي الدين راي بلاي الليد تحتها ما عنديش كامل زهر في الصفاية من اللي منشري صفاية نصيبها بلاي الدين غنغسل هاد جي هاداك الليد في يدي يعني أنا ماشي بوكسار ما نكسرش دوزن بصح الصفايات ما عنديش كامل زهر فيهم المهم خلطهم كما راكوا تشوفوا هكذا خليتهم روبوزة وحوالي عشرين دقيقة كنت هكذا يمشغولة ووليت ليهم شوفوا الميلونش تاعي يعني ما يجيش تقيل كما قلت لكم ودرتهم بدوق شوكولة صدقوني يجوا من أروع ما يكون شوفوا خياتي هنا ينوزعوا هاداك هاداك الكمية يعني أنا ما تحسبوش هادو مشيت التغرار هادلالوش غير صغيرة برك يعني ماشي كبيرة سيبوصا عمرت فيها هكذاك الخليط شحن المرة المهم تحبوهم مخشن تحبوهم مرقا قاعدة ترجع ليكم انتو ما كيفاش تحبو ليك خاب بتاعكم هنا طريقة الطهيخياتي إلا حبيتهم قرمشين تنقصوا للفرن على غرضه هكذا وتخلوا هادك الحبيبة عليك خاب بتاعكم تنشفي غرضها بعد ما طبت لي هادك الحبيبة عليك خاب وهي فوق المقلة هكذا طبقتها على زوج ووزعت لها شوكولة المهم لداخل تفشوها على حساب الموجود عندكم كيندر ديرو كيندر ماشي كيندر عندكم هديك الكيت كات عندكم قطو غفريت شوكولة بانن الحاجة اللي راهي عندكم تجبدوها وديروها لداخل ما عندكم شوية شوكولة طليوها بيها وصحاول هنا يجو لبس عليهم المهم وهي هكذا فوق المقلة نزيد نخليها هكذا يتنشف اني حبيتها كخوستيونت تعارفوا الحبالين طيب هتطير وائل واقف في دهري مروا وقفة في جنبي منا هيا طينا هكذا يلي كحبش ناكلو المهم صح حولي هكذا هديك الوحيدة واللازوج بس صورتهم كي ما ركو تشوفو خياتي حكمت هكذا في كيس بلاستيكي درت شوية شوكولة دوبتها في الميكووند هديك شوكولة طلي ودرت هكذا زيك زاق والداخل تانيت فيها شوكولة وزيينتها كي ما قلت لكم خياتي التزيين بالمتوفر والحاجة اللي تحبوا تاكلوها أنا ما كانش عندي البانان كانوا عندي ليفخاز زرت لها لداخل ليفخاز لي حب البانان دي البانان كي ما قلت لكم الحاجة قسم قدوركم صدقوني خياتي جوا من أروع ما يكون أنا ما نحبهم شهدوكم نقرمشين بزاف بزاف أنا نحبها هكذا جاية وسط وما نقرمشها بزاف مطرية وكي ما قلت لكم وائل لي حبها هكذا نشف مليح مليح شوفوا كيف شجوا خياتي يصدقوني يعني الوصفة تحها سهلة وتجيب بزاف بزاف النتيجة ممتازة وكان يعني منحي تسمعوا هديك تقربع وفاش كانت تتقربع على الداخل هدك الميلونج بين ليفخاز هدك وشوكولة ريحتهم رح يتطلع ما شاء الله كي ما قلت لكم رشيتهم بهذا الرشة تاعل بيستاش ولا أي مكسرات عندكم هكذا رحوا رايح يحيطيها شكل بزاف بزاف شباب تتقدم هكذا خاصة الناس اللي تحب هكذا تاكل في الصحور حاجة شغل حلوة كي الناس يحبوا يديروا ليك خاب هكذا الصحور خياتي خبيوا هدو الوصفة وكي ما قلت لكم راني رايحة بإذن الله هدليا ما تلجيين نحط لكم كامل الوصفات اللي راني طمتهم يعني راهم في القناة الثانية بإذن الله نولي نحطهم ديروها كما رجع القناة الثانية مطبخنا والكويزين فاصيل كي ما قلت لخياتي ديروها هكذا يا كما رجع كي تسحقوا هكذا وصفة ما تدخلوش للروتين روحوا للقناة الثانية وتصيبوا الوصفة اللي راكوا حابينها من جهة تانية يا خياتي كي ما راكوا تشوفوا هنايا نجوزوا نوجدوا الفطور اللي هو روز هنديرولو صلصة جي بزف بزف بنينة شوفوا خياتي انهنا درت ترطل كامل تعال روز جاني ثلاثة كيسان تعال روز يعني رطل فيه ثلاثة كيسان ثم تديرو يعني قس قس العائلات تعكم يعني هنا درت سبعة كيسان تعال ما عندنا كل كاس تعال روز حيقابلو زوج كيسان تعال ما كاس واحد يعني زدتو زيادة بس كي هادا الروز البسمتي دايما شغل لي شد هكذا يا فطياب درت هادا كلمات درت له شوية تعال الملح ودرت له هديك الحبة تعال هيل داخل هكذا حتطيني بنا ما شاء الله لهذاك الروز بس قلاني حنخليه بيض يعني ما رانيش حنتبله المهم من جيهة تانية عندي هاد هاد صدر الدجاج اللي راكو تشوفو فيه كامل هكذا يا مشلح نبدأ نتبله فيه تقدروا تتبله هكذا يا من قبل ولكن انا من سخش عليكم والله غير دايما نديروا سخ بلاس ويجيني يعني ابنين بصح ما عنديش الوقت باش نوجدوا هكذا يا ونخليه في لما غينا ويقعد هكذا يا يتشرب دايما ماشي كافيني الوقت المهم درت شوية ملح شوية فلفل بحل شوية هادوك توابلت الدجاج شوية كركم وشوية سكنجبير والملح حاجة بينه هاداك المتاعي غلى شللت هاداك الروز مليح مليح حتى تخلص من هاداك المال بيض وخليته في لباسواغ حتى عاود نشف مندره وجديد بعد طول هاداك الفرن نخلي هيا نشف في غرضو ودوكاتيك نجوزو نقليو هادوك شلائح تعد دجاج نقليوهم هنا يا في هاد شوية تعزيتو الزبدة خياتي درت شوية بزيادة بسكو هادا هوا لحن طيب فيه هاداك المرق تعزيتون المهم خليت هاداك زبدة دابت درت هادوك الشلائح تعد دجاج كي مرقوا تشوفو نقليوهم مليح مليح يعني نخدو لهم الغرض مشيقال تشيط ما طيب شغل نحرقو هاكدا كبركو ما يتغطاش بش ما يتلقناش هاداك الماء المهم نقليهم حتى نكمل كامل الكمية التاعي تعرفوا الرؤوس هادايا دايما نديرها لك هاداك اللعبا كي هوك يلحلي بل وكانت أغفلي عليه يعني تصيبه فاضو هادا الرؤوس تغطي عليه تصيبه كامل هادوك الرغاوي يروحوا يفيدوا وانا ما نكتبش عليكم نكرها الفرن وكي توسخ فيد الماكلة نخليها هكدا تغلي نعصها غير تغلي نقسلها الفرن يعني اللي تنجر على برات قعد مقيقية كي ما راكو تشوفو المهم هاداك روس داعي راهو طاب تفلفل على حباجة من أروع ما يكون وهدا هادا الجاج كي ما راكو تشوفو فيه راني نقلي فيه مليح مليح تياخد لي هاداك اللون لي جاي هكدا رايح للدهابي ولم حمر شوية تقلي وهكي ما راكو حابين هنا هاداك زيتون إفلي تديروا الكمية اللي راكو حابين هاتاني تحسب أفراد العائلة تاعكم وفي هاداك الزيت والزبدة حكمت حبيبة تاع بصل صغيرة هكدايا قطعتها غير هكدايا صغيرة وقليتها هنا من النو استحسن تكون هاداك نجرة بتاعكم سخونة باش ما يتحرقش البصل غير ترميو البصل طفيو الفرن وينفوا تحسوا هديك الحرارة معتدلة عودوا شعلوه ونقصولو باش ما يتحرقو لكم شليزي بيس درت شوية تعفلفل عكريخياتي ورشات على الحر راني حابة هادا المرق تاعززيتون جيني لكو لاختاعو شغل هكدا ياغوز ما نيش حابة هديك المرقة اللي جيني بيضة ما حبيتها شبيضة كامل شوية ملح شوية فلفل يعني المرقة التاعي المهم مرقت عليها وخليت هاداك الزيتون يطيب شوية حتى شغل يتلق البنات تهول داخل هادا الروز شوفوا خياتي راهوا على حبة يعني هكدا نحكموه في طاسات ونعبز عليهم هكدا باش يعطينا هديك لفوم شغل نضغط علي هكدا بالمغير فباش نجوز ونقدموه فليزاسي نقلبهم على أخطرام من السنة شغل من ضيعش الوقت شغل نقعد نسن حتي شد روح وينشف داخل هاداك هديك الغرفية باش نقلبها أنا ماذا بيا نستعمل ربعة نقلبهم فليزاسي تاعنا وإحنا كما قولو فريناها سهلا مهلا كيد فوتي تغسلي طبسي ولا عشرة أنا عندي كيف كيف المهم درتي ديفي هاداك الماء لمريقة تاعي كي مشتوني من هيك درت لها شوية كريمة سائلة وخليتها تغلى هديك الغليا حتى تنشف شوية باش نجوز نطفي عليها المهم عندي هاد لزاسي بيوضة أنا نحب هكذا ينقدم في هديك كلاسيات البيضة خاصة كي ندير هكذا وصافات شغل متنوعين ولا كما طبق هاداك يكون متنوع من المستحسن تكون هدي كلاسيات البيضة باش يبان فيها خير وخير المهم هاوليك هاداك القطعة الدجاج كيف استفتهم هاداك الروس راني نحيت ومن نايا وهاي لك هاداك المرق عندي من نايا هادا طويسة تسغير ونين كل واحد هكذا يسقي هاداك الروس قدامه يعني الشكل تحوم مميز وثانية هاديك المريق تكون قدامك تاكلي بالطريقة اللي راك يحب تديري شوية مرقة ولا كما راك يحب كما راك تشوف خياتي هوليك الشكل النهائي تعالي زرسية تاي قدمت معاهم هكذا شوية صلاة خضرة هاديك تومات سويغيز دايما الروس نحب ندلو هاديك الوريقة تعالي مع الدنوس حتى طيلو شكل مميز لهذاك الرز ما يقعدش هاديك فرطس نطولو هاديك شكل مميز وتانيت قدمت مع هاديك شوية مخلالات وشوف هنا يراني فرقت هاديك المرقة ودايما نرعش نجيب هاديك الحاجة على المهم شوف كيف أشجع هاديك الرز كما يكلوه ما عندهم مش هكدا مشكل إلا كنتوا من الناس اللي حبوا الرز تانيت قرديو هادي الوصفة ركو رايحين إن شاء الله تصيبوها لشهر رمضان المبارك المهم هاوليك هاديك صدر تعلجج طبك الزبدة والتقديم اللي اقترحتوا عليكم خياتي هاوليك إن شاء الله يكون عجبكم إن شاء الله تكونوا استفدتم من الوصفة تتاع اليوم ولا من الفقرات تتاع اليوم إن شاء الله يكون عجبكم المحتوى وكما قلت لكم مقبيل خلووا لي هكدا يا أرأكم في التعليقات خلونا هكدا يا كلمة طيبة إن شاء الله مني الحطاء ومنكم الدعم أنا دوكاتيكوش نقول لخياتي نقول لكم تهلولي في روحكم تهلولي في صحتكم وتبقوا على خير وجوه الخير نحبكم بزف بزف خياتي دمتم وفية